محمد من السعودية سني بس عندي سؤال بسيط يا شيخ هل هناك فرق حقيقي بين الرافضة والشيعة أم هو فقط تلاعب بالاستلاحات بزاك و الله خير أبشر يا طيب أخويا محمد بيسأل هناك فرق ما بين الرافضة والشيعة لغويا وعقائديا نعم فالشيعة تطلق على كل مناصر لجهة أو لفرض أو لمجموعة محددة فهذا يسمى الشيعة هذا شيعي لفلان يعني أنه يناصر فلان وعقائديا أصبحت تطلق كلمة الشيعة الاثنى عشرية واللازم نقول كده الشيعة الاثنى عشرية لأن فرق الشيعة كثيرة على من يدعون أنهم أتباع الاثنى عشر إماما المخترعين لديهم أما هناك فرق كبير ما بين الرافضة والشيعة أنا بالنسبة لي نعم هناك فرق ما بين الرافضة والشيعة قد يكون عند البعض ليس هناك فرق الرافضة هو من يفتخر دائما إنه رافضة بأنه يرفض خلافة أبي بقر وعمر وعثمان يكفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الرافضة يطعن في ذوجات النبي علنا هذا الرافضة يقول صراحة بنقص القرآن الكريم هذا الرافضة يتوسل بالكبور هذا الرافضة الذي لا شك عندي في كفره الذي لا شك عندي في كفره أما الشيعة فهناك من الشيعة ينتمون إلى عقائد الاثنى عشرية يترضون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقدون بالمتعة ولكن لأننا نعرف أن الدين الشيعدين مزاجي مطاطي فلجنة هتعرف أن الكل شيعي دين ولكل شيعي عقيدة تختلف عن الأخر هو دي أو هو ده الإشكال في الفكر الشيعي عشان إحنا كده نتعلمنا مع بعض كنا محمد أن عندما نجد مثلا زي أخونا المتصل المرة اللي فاتت أبو علي على ما تذكر اسمه وقال لك أنا شيعي نعم ولكن لا أؤمن بما يؤمن به الشيعة الاثنى عشرية ولا أكفر صحابة النبي وترضى عنهم وكذلك ترضى عن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبقول له أنت ليه مستمر على هذا قال لي أنا تركت فكر هذا النهج منذ سنين وثنين ففيه فرق ما بين شيع وراف ما زال هناك فيهم والدليل برضو محمد المهتدية يعني التي هي شيعية الأصل ولكن لم تكن هي رافضية خذوا بالكم عشان ما نديش القعدة العامة ونقول كل الشيع روافق لا في منهم ناقم على هذا المعتقد لكن خايف خايف يتكلم خايف يصرح بالحقيقة خايف يقول أن أنت اللي بتعملوا ده فساد في فساد في فساد يا دي الإشكالية أحبتي الكرام